موسيقى المراري هنكمل باقي الدرس اللي هو المعرب والمبني من الأفعال احنا طبعا عرفنا ان الأسماء كلها معربة معدى بعض الأسماء وذكرناها بتكون مبنية طيب احنا عندنا الأفعال في اللغة العربية تنقسم إلى سلاسة أنواع فعل ماضي وفعل أمر وفعل مضارع هناخد أول حاجة الفعل الماضي هل الفعل الماضي معرب ولا مبني لا الفعل الماضي يا أولاد دائما مبني يعني عمر الفعل الماضي ما يجي معرب يعني ما ينفعش نقول فعل الماضي مرفوعة دي أبدا طيب ليه ثلاث حالات بيتبني فيهم أو ثلاث علامات إعرابية أول علامة يبنى على الفتح إمتى الفعل الماضي بيتبني على الفتح ليش روط يا أولاد تقدر تقول لي برافو عليك إذا لم يتصل به ضمير وإيه تاني أيوة أليف الاثنين أو لم يتصل بإيه برافو تاء التأنيس طيب يبقى كده أول علامة إعرابية للفعل الماضي الفتح وناخد مثال على ذلك كتب وقرأ وجاء ولعب وشرب فلما نيجي نعرب هذه الأفعال هنقول كتب فعل ماضي مبني على الفتح ليه قلنا مبني على الفتح برافو سأفوله لأنه ما اتصلش بضمير أو ما اتصلش بألف الاثنين أو تاء التأنيس طيب تاني علامة إعرابية في الفعل الماضي السكون طيب إمتى بقى بيه يبنى الفعل الماضي على السكون لو اتصل به ثلاثة من الضمائر اللي هم إيه تاء الفاعل أو ناء الفاعلين أو نون النسوة هنا بنقول عليه فعل ماضي مبني على السكون وناخد مثال على ذلك كتبت الدرس فهنا الفعل اتصل بتاء الفاعل فنقول فعل ماضي فعل ماضي مبني على السكون ليه قلنا مبني على السكون هنكتب له لأنه اتصلت به نون النسوة تقدر تقول لي بقى كتبنا برافو عليك كتبنا فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بناء الفاعلين وكتبنا برافو برضو مبني على السكون ليه لاتصالها بنون النسوة آخر علامة إعرابية عندنا في الفعل الماضي هي الضم الفعل الماضي طب يتبني على الضم امتى اذا اتصل بواو الجماعة يعني ايه يعني لو قلنا كتبوا رسموا قرأوا فهموا هنا يكون الفعل الماضي مبني على ايه يا ولاد برافو يبنى على الضم فلما نجي نعرف كتبوا مثلا كتبوا الدرسة هنقول كتبوا فعل ماضي مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة طيب تاني نوع عندنا من الأفعال المبنية الفعل الأمر يعني الفعل الأمر كمان مبني آه يعني مش معرب لا ما ينفعش نقول ان الفعل الأمر ده معرب ابدا يا ولاد وبرضو الفعل الأمر ليه ثلاث علامات للبناء ناخد مع بعض اول حاجة السكون امتى الفعل الأمر ينقول عليه فعل الأمر مبني على السكون اذا كان الفعل الأمر صحي الآخر زي اذهب اقرأ اعلم اشرب اجتهد هنا بنقول ده كده فعل صحي الآخر يعني ما فيهش ايه حرف من حروف العلة فعلشان كده هنقول فعل أمر مبني على السكون ليه مبني على السكون لأنه صحيح الآخر طيب امتى تاني يتبني على السكون الحالة التانية اذا اتصلت به نون النسوة زي اكتبنا اعلمنا ساعدنا هنا دي طبعا نون النسوة اللي هي خاصة بالإناس يعني اكتبنا الدرسة يا فتيات فهنا دي نون النسوة فنقول فعل أمر مبني على السكون ليه لاتصاله بنون النسوة ثاني علامة العربية اللي هي الفتح يبنى الفعل الأمر على الفتح امتى لو اتصلت به نون التوكيد سواء نون التوكيد الثقيلة أو الكفيفة ومثال على ذلك اكتبنا اعلمنا ساعدنا تمام طيب اكتبنا هنقول فعل أمر مبني على الفتح ليه لاتصاله بنون التوكيد اكتبنا فعل أمر مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد بعد كده الفعل الأمر يتبني على حاجة تانية آه يبنى على حسف حرف في العلة يعني لو كان الفعل معتل وعارفين ايه هي حرف العلة واي الواو والألف واليا اذا كان الفعل الأمر معتل للآخر مش معتل للوسط زي ياسعى يبقى هنشيل حرف العلة ونقول اسعى ونعربها فعل أمر برافو مبني على حسف حرف العلة آخر حاجة يبنى على حسف النون إذا اتصلت بإيه واو الجماعة أو ألف والإثنين أو يا المخاطبة زي إيه يا أولاد زي حافظوا على الصلاوات والصلاة الوسطى فهنا 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 حافظوا هذا فعل أمر بأمرك أنت تحافظ طب اتصل بإيه واو الجماعة إذا نحذف النون لأنها أصلها يحافظون فحولناها الأمر وشلنا النون وحطنا واو الجماعة وقلنا إن دا كده فعل أمر مبني على حسف النون واذهب إلى فرعون فقول له قولا لينا اذهب هنا فعل برضو أمر مبني على حسف النون لاتصاله بألف الاثنين آخر حاجة فقولي إني نذرت للرحمن صوما فقولي أهو أمر واتصلت بي يا المخطبة اللي أنا بحدسها فقولي فهنا طبعا هيبقى فعل أمر مبني على حسف النون لاتصاله بياء المخطبة نروح لآخر فعل وهو الفعل المضارع الفعل المضارع يا أولاد على طول المعرب يعني بنقول عليه مرفوع أو منصوب أو مجزوم بس في حالتين بس للبناء لي حالتين بس للبناء لي اللي هم إيه إذا اتصلت به نون النسوة أو نون التوكيد السقيلة طب إلي بيحصل ما بتتصل بنون نون التوكيد السقيلة أو الخفيفة اللي هيحصل يبنى الفعل المضارع على الفتح بنون الفعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد وإمتى يبنى وإمتى يبنى على السكون إذا اتصلت به نون النسوة يبقى كده الحالتين بطوء الفعل المضارع اللي بيخلوه مبني اللي هو اتصاله بنون التوكيد أو اتصاله بنون النسوة لكن معادة الحالتين دول الفعل المضارع دايماً معرب مثال لا تقصرن لا تقصرن في عمل الواجب لا تقصرن في عمل الواجب دي كده نون التوكيد فنقول طبعاً عرفنا لما بتتصل بالفعل المضارع نون التوكيد يبنى على الفتح فنقول فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد طب بقى كل المؤمنات يغضضن من أبصارهن هنا يغضضن آه وقابلها المؤمنات مؤمنة ما هي نون النسوة دي قولنا بتيجي مع ايه القناس طب دي كده نون النسوة ولما الفعل المضارع يتصل بينون النسوة يبنى على السكون طيب ناخد بقى ياولاد تقويم او زي تدريب كده نحله مع بعض هنطلع الاسماء المبنية والاسماء المعربة او الافعال المبنية والافعال المعربة ونقول السبب العاقل يعمل الخير الفعل يعمل طبعا هنا الاسمين معربين لانها مش من الاسماء المبنية اللي احنا لسه ايلنها طب يعمل اتصل بينون النسوة لا اتصل بينون التوكيد لا هو فعل ماضي ولا مضارع ولا امر برافو عليك برافو سقفوله فعل مضارع والفعل المضارع ماله بالزبط كده دائما معرب ما لم تتصل به نون النسوة او نون التوكيد شطار ياولاد ناخد اللي بعده والله لينتصرن الحق على الباطل عندنا هنا حاجتين مبنيين عندنا حرف مبني اللي هو على لان احنا قلنا ان الحروف كلها مبنية طب في حاجة تانية مبنية مين يقول برافو برافو سقفوله ينتصرن فعل مضارع مبني على الفتح مين يقول لي ليه برافو لاتصاله بنون التوكيد مثال اللي بعده نجح المجد ونال الجائزة مين يقول بقى هنا فين المبنيين برافو برافو نجح ونال طب ليه برافو علشان افعال ماضية طب مبنية على ايه برافو مبنية على الفتح اكرم ضيفك وصن جارك ها فين برافو ده احنا عندنا ثلاث حاجات عندنا اكرم فعل امر مبني وصن ايضا فعل امر مبني وعندنا ايه تاني اللي هيقولها يبقى ممتاز ها برافو الكاف في جارك لان ده ضمير متصل وان الضمائر المتصل او اي ضمير يتصل بالاسم يكون ضمير مبني في محل جار مضاف اليه